الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم كشفت مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية أن التضخم في العراق لشهر تشرين الأول الماضي عام 2021 وواحد وعشرين ارتفع ليبلغ ستة فاصل أربعة بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الفين وعشرين الذي بلغ صفر فاصل ستة بالمئة وأضافة أن التضخم ارتفع أيضا عن نفس الشهر من عام الفين وتسعة عشر الذي كان التضخم السنوي فيه قد بلغ صفر فاصل اثنين بالمئة مشيرة إلى أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة عربيا من حيث ارتفاع التضخم بعد كل من السودان واليمن وليبيا والجزائر فيما كانت أقل الدول العربية من حيث التضخم السنوي هي البحرين وبنسبة واحد بالمئة أعلنت غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات إيران إلى العراق بلغت أكثر من ستة مليارات دولار خلال ثمانية أشهر وأشارت الغرفة إلى أن تفشي فيروس كورونا أثر على كمية الصادرات الإيرانية إلى العراق لا سيما في عام 2020 موضحة أنه تم تصدير أكثر من خمسة ملايين طن من السلع عبر إيران إلى العراق أعلنت وزارة النفط الحالية في العراق أن إرادات بيع النفط خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت نحو ثمانية مليارات دولار بسعر للبيع للبرميل الواحد بلغ سبعة وسبعين دولارا وواحدا وخمسين سنتا وأضافت الوزارة أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر الماضي بلغت ثمانية وتسعين مليونا ومائة واثنين وتسعين ألف برميل بإيرادات بلغت سبعة مليارات وستمائة وعشرة ملايين دولار فيما كانت الكميات المصدرة من نفط مدينة كاركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغت مليونين واثنين وثلاثين ألف برميل وفق إحصائية الوزارة أعلن صندوق النقد الدولي تمديد الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة من جراء جائحة كورونا لمدة ثمانية عشر شهرا إضافيا وقال بيان صادر عن الصندوق إن مجلسه التنفيذي وافق في وقت سابق على زيادة مؤقتة لحدود الاستفادة من موارده بمجابي أدوات تمويل الطارئ حتى شهر حزيران المقبل القادم كما وافق الصندوق على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل أشار موقع كوين ديسك إلى أن عملة البيتكوين وصلت لأعلى مستوى لها منذ الثالث عشر من الشهر الجاري بقيمة تجاوزت الخمسين ألف دولار وسط قفزات للأسهم الأمريكية الرئيسة نتيجة تتحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في الشهر الجاري وأضاف الموقع أن صعود البيتكوين أدى إلى ارتفاع بقية العملات المشفرة الرئيسة بما التي تجاوزت الإثريوم فيها أربعة آلاف ومئة دولار بزيادة حوالي ثلاثة بالمئة مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن يتضاعف سعر البيتكوين خلال الأشهر المقبلة ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة